مخش على البيتجي اللي بعدها اللي هي الايونيك اكوشيان جايب لك الايكوشيان احنا اتفادنا الفكرة كلها الفكرة كلها في الستيتس بص ركز كده في الستيتس بص يركز كده في الستيتس بصولد وهنا ويقود ويقود يبقى وعمل لك هيتنج يبقى دي اسمها ميلتنج انما هنا اعمل لك ووتر وهنا صولد وايكوش 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 واي دي اسمها يبقى نقول عليها كده او بنقول عليها دايبة في الماء طيب يبقى الايكوشيان الاولانية اسمها ايه ميلتنج ما هي دي الاجابة يبقى الاجابة عندك نمبر كام نمبر بي يبقى مش محتاجة منك للف ولا دوران طيب هنخش على اللي بعدها يبقى اللي عندك نمبر 11 هتطلع معانا بي خش على اللي دايبة بيقولك انت معاك سوديم هيدروكسايد تمام؟ حطت سوديم هيدروكسايد في الووتر يعني انت معاك بيكر زي كده معاك بيكر زي كده البيكر ده في ووتر هي الووتر دي عبارة عن ايه الووتر دي عبارة عن بوزة في هيدروكسايد جيت انت ره تحاطت في البيكر ده سوديم هيدروكسايد السوديم هيدروكسايد ده لما ينزل في الووتر بيتفكك ليه؟ بيتفكك لسوديم ويتفكك لهايدروكسايد التاني خلاص حلم جاي بيقولك بقي مين مش هيبقى موجود؟ يا ترى الاو اتش لا موجودة السوديم هيدروكسايد دي موجودة؟ اكيد لا ما هيخلاص تفكك تيبقى معنى كده ان الانسب عندك هتيبقى نمبر كام؟ سي خش علي بعدها لو انت ركزت وبرده بيتكلم على نيتروكسايد يعني تعال اكتب لك الاكوشايد كده عشان تفهم بوتاسيما هيدروكسايد اللي هو كي او اتش تمام؟ دي اي كيو بلس خلق لك الايونيك اكوشايد لازم ان تكتب وبعد كده بيقولك هيدروكولوليك اسيد اتش سي ال اي كيو طالما يبقى هتطلع لك كده كي سي ال اي كيو ومع الكلام ده يطلع ووتر الووتر ليكوشايد حلم؟ جميل قالك ان هي مين بقى؟ جاي سؤال بيقولك ايه؟ مين في دول ارنت ريتن ان نيت ايونيك اكوشايد؟ هوا احنا النيت ايونيك اكوشايد من غير ما نقض نعمل بقى كده انت عارف ان النيت ايونيك اكوشايد ان ريتن عليه stock وتبقى 8 O اي اي pickser تدينها H2O líquid صح؟ تمام؟ يعني التغير هتطلع مع존 هذه Steady والنها 백الية هتطلع مع س Malaysia انما oh والح و هايفضلو الح two o اي هي ايه بيقولك مين بقى؟ مش هتطلع مكتوبة انت عندك snapchat ايون مش هتطلع ايون مكتوبة طبعا تمام بمعز هتطلع دون ايون مكتوبة وعايز ان المشي مكتوبين هل دول مكتوبين الاثنين دولهم المش مكتوبين يبقى الإجابة عندك هتبقى number c تمام؟ هي أقربهم ليه؟ لأن انت هنا هتوكي تقول لي الـ potassium ion ده مش موجودة بقاش مثل الhydrogen موجودة وهنا الhydrogen ion موجودة انما هنا الاثنين دول مش موجودين ليه الانسر number c دي كده معاك number كده نحللنا number 13 وخش على number 14 هنا بقى طبعا سؤالي choose انا مش طالب منك غير ان انت تطلع مين هو الـ precipitation اما عندك طريقتين اما تكتب الـ equation كلها وتمشى على الـ steps اما بالفقاقة كده بالفهلوة كده تقدر تجيبها جاي بقول لك cover sulfate انا هكتب لك الـ equation وبعد كده هنعمل ايه؟ جاي بقول لك cover sulfate وكتب لك ان الـ cover 2 يعني الـ cover هتبقى كده وقال لك ان الـ cover sulfate دي وقال لك ان هي solution بقى تكتب AQ عملت react with sodium hydroxide NAOH من غير ما يقول لك ان الـ base يبقى AQ الكلام ده قال لك وفورمت a blue precipitate بص blue precipitate من الـ cover hydroxide CUOH2 وقال لك ان ده precipitation طب انا هنا الـ compound التاني لو عايز اعرفه القريب مع القريب والبعيد مع البعيد يعني CU خدد الـ OAH يبقى الـ NA هيطلع لك كده بلاص تمام؟ وده طبعا هيبقى تمام؟ ده كده بالنسبة طبعا المحتاج اعمل هتبصد لقي هنا سيو واحدة خارجة واحدة سالفيت واحدة خارجة واحدة السوديوم اتنين خارجة اتنين ايبقى انا هحط هنا تو كده الـ OH اتنين خارجة اتنين والسوديوم اتنين كده اعملت بالانس وده اللي انا اقصده ان دايما هتلاقي في الـ equation هو بيدي لك equation بسيطة وسالة البالانس بتاعتها خطوة مش هتعمل فعل السيفس اللي انا عملناها دي كلها طيب هو عايز منك يبقى واحدة لو موخه شغالة هو جايب يقول لك مين في دول نيت ايونيك equation يقول لي يا ميستر مش هو ده اللي هيفضل والبقى كله هيتفكك هقول لك اه يبقى يبقى CU OH 2 solid ده اللي يبقى في الـ product طيب ما ده معناه ان الايون بتاعتها تبقى موجودة الناحية التانية يعني يبقى شكله كده CU positive 2 equals plus 2 OH negative equals ده يبقى شكل الـ equation بتاعتها طيب لو انت وصلت لها ان ده كده الـ PPT بتاعك خلاص اشتها طيب لو انت بقى مش قريها و مش عايف هتضطر تكمل هتقول لي كده خلاص الموضوع سهلي جدا الموضوع ان انت هتقول لي ايه انت معاك هنا 2 sodium مواده اللي هيتفكك ده ملكش دعوة بيه خلاص 2 sodium هيروح مع الـ 2 sodium السلفيت هتروح مع السلفيت تمام كده السلفيت هتروح مع السلفيت ايه اللي فوضل معاك؟ هتجي تقول لي اللي فوضل معي يعمل لك بلون تاني اللي هيفضل معك ده الايونز بتاعته مش هتتفكك ده هيبقى موجود تمام وده موجود وده الالمنت الموجود هتضطر تكتبها يا واحدة واحدة بقى وطلع بتعمل استيبس انا مش عايز اعمل كده يعني هتضطر تعمل كده تقول لي وبعد كده تروح مسج التانية انا بكتب بسرعة بس عشان ما نضعش وقت عالفادي اتنين او اتش نيجاتيف ايكيو ايه ده سوري معلش ده مش هيتفكك احنا قلنا ده سولد ده اللي هيفضل زي ما هو انا بكتب بسرعة بس عشان ايه الفيديو ما يتولش عالفادي ده كده سولد مش هيتفكك خلاص انما اللي هيتفكك معاك مين ال two in a positive ion plus ال s o four negative two equals ده equals هتبص تلاقي تعال هاعمل بقى simplify هتلاقي ده بيروح مع ده ده بيروح زي ما احنا عملنا فيه بس انا بكتبتها لك عشان ناس اللي بيتوه فانا عملتها بسرعة فهيفضل معاك اهو وهو وهو بيضل معاك اللي انت كتبتها انا بقى مش محتاجة عامل خطوة اللي في النص دي ده اللي انا كنت اقصده طالما السؤال جاي تشوز مش محتاجة تعمل خطوة اللي في النص ده كده فكرة السؤال number 14 تعال خش على 15 جايب لك هو جايب لك وعايزة تكتب لازم الاول تكتب عندك كده هتلاقي عندك جايب لك امونيوم ايوديد وسيلفر نايتريد تعال نكتبهم بس كده الاول هاجه اقول لك كده البيكر الاولاني واعمل لك كده ما هو بوسط في معاك نيجاتيب وبوسط في معاك نيجاتيب امونيوم ان اتش فور تمام والايوديد اهو كتب كده بلس طبعا طالما ما متفكك الاين يبقى ده اي كواس بلس سيلفر نايتريد يبقى اي جي ان او سري برضو ده متفكك كاين يبقى اي كواس نعمل دابل سبستيوشن القريب مع القريب والبعيد مع البعيد فهيطلع لك ايه ان اتش فور ان او سري طبعا ده اي كواس بلس اي جي اي ده يبقى صولد نفس فكرة السؤال اللي فعله متخلاف عرفت مين فيهم الصولد طبعا انت عارفت ان ده اي كواس وده صولد ازا ه النوت اي حاجة عولها ك اي 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 طبعا انا عايز اتاكد ان ده بلانس بجتلاقي كلها بلانس انت عرفت ان ده كده البي بي بي تي بتاعك هتروح كاتبه الواحد وكده اي جي اي ده كده الاصولد بتاعك اهو ده في البرودكت تعال فكركوا هنا هتكي تقول لي اي جي اي كيو وده طبعا بوسط في اي والاي ده يبقى نيجاتف واي كيو دور عليها معلم هتلاقي الاجابة عندك نمبر بي بنفس خلاباك دول هتلاهم اي كيو ده صولد لا الاجابة عندك نمبر كام نمبر بي تمام؟ طيب دي فكرة السؤال نمبر كام نمبر ففتين خش على بعد كده على نمبر سكستين بص برده هو هنا بقى كاتب لك ايه يعني مش كتب chemical equation انت لو لاحظت كده هتلاقي net ionic equation بتعمل على ثلاث خطوات chemical equation وبعد كده بتكتب ionic وبعد كده net الionic اللي انت بتفكيكه على شكل ايونز هو هو عاملك الجنب الشمال عاملك الجنب الشمال طب مش احنا كده كده الجنب الشمال ده قلنا بنعمل double substitution يعني هو كتب لك كده بص كده كتب لك 2NA كتب كده 2NA حلو positive AQ plus SO4 negative 2 AQ هو ده يقصد بان هي NA2SO4 بس هو اعمل لك الionic equation على طول مفككه على طول plus BA positive 2 AQ plus 2CL negative AQ طب ما تيجي نعمل بقى ده يعني ده كده بص كده انا عايز بس اوصل لك ان ده كده compound على بعضي وده كده compound على بعضي والسواك هاتبوا في شكل ايونز فاحنا هنعمل double substitution هنبدل ال positive مكان بعض فالproduct بتاعك هيبقى عبارة عن ايه؟ هيبقى عبارة عن BA positive تمام? BA ثانية كده تعال نكتمهم الاول كفورمولا عشان ما اللغبطش هنكتمهم الاول كفورمولا فالنتج بتاعك عشان نعرف مين فيهم ال PPT ومين الاقواص ال B A هتخش ما هتبقى B A S O 4 هيكتب كده عشان اتنين الفيلنس بتاعتهم مزاي بعض plus هيطلعلك هيبقى اتنين N A C L طبعا الاوله N A قلنا ده AQ وده يبقى ايه؟ solid يعني ده اللي هيتفكك وده مش هيتفكك مش انت خلاص عرفت ان ده اللي مش هيتفكك يبقى ده معناه ان الاينز بتاعت الصوديو ما تروح مع الاينز بتاعت الصوديو والكولورايد هتروح معاك كولورايد ايه اللي فاضل؟ النت ايونيك اكواجن بتاعتك المفروض هتبقى بالشكل ده ال B A positive 2 A Q plus ال Sulfate negative 2 تروح مديلنا B A S O 4 solid تعاني نشوفه عايزة ايه؟ What are produced net ايونيك اكواجن النت ايونيك اكواجن انا عايزة بالمنظر ده لما تجي تبص اول واحدة لا مش تابعي تاني واحدة لا ال B A S O 4 كتب ايكواز تالت واحدة برضو مش كاتب اللي اللي انا عايزه اخر واحدة هي الاجابة يبقى الاجابة عندك number cam number D ده كده بالنسبة لايه؟ بالنسبة للاسئلة ال S A الاسئلة اللي هي انا قلنا في ready وفي steady ندخل بقى على ال S C questions طبعا ال S C questions دي اه هنحلها كده بسرعة شوية عشان بس الموضوع الفيديو كده هيتطول معنا على الفاضي امشي معايا واحدة واحدة فكرة السؤال احنا قلنا ان في اليمين قدل في شمال لو بس عايز يدربك ان انت تعمل بالنسبة للاكواز انا هكبر الصفحه عشان ما انضيعش وقت على الفاضي عشان دي بقى بس ايه من الوقت شديكتب صفحه فاضية فالموضوع يبقى قدامنا في حاجات انا مش هحلها هسيبك انت تحلها لو قفت معاك تبعتلي اولا انا عايز اليمين قدل في الشمال الان خارجة واحدة الان خارجة واحدة الو هنا سري وهنا كام وهنا فور حلو كده؟ حلو طيب اعمل ايه؟ هتيجي تقول لي انا عايز الاتنين يبقى قد بعض انا عايز دول كده احنا عايزين نقول لها لزيك كتير فالطبيعي ان انا لما اجع حط هنا تو جرب كده هتيجي تقول لي انا وحط هنا تو حط هنا تو تعال كده هنشوف انا بقى ايه اللي حصل معي اتنين بوتاسيا ميبقى لازم اندي تبقى اتنين ما كده همشوا واحدة واحدة اتنين كده بقى اتنين طيب اتنين نيتروجين اتنين ستة اكسجين تعال نشوف بقى الجنب ده بقى ستة ولا لأ واتنين ستة خلصت بس كده اه والله بس كده يعني هو موضوع كله انت بتجرب تشوفها تبتدي منين البداية هي اللي هتفرق معك هبص يا خطوة انا عايز ان احنا بنخلي القلال زي كتير فجنب ده لقيت في فور وجنب ده فيه تلاتة اكسجين فطبيعا ان انا احط طوب فبقى معايا ستة طب ماشي انا بقى معايا تنين بوتاسيا يبقى لازم احط هنا اتنين بقى معايا اتنين نيتروجين وهكذا اللي بعديا نفس الفكرة تبقى معك كم سوديوم واحدة خارجة كم واحدة واحدة ايركنال معك كم هيتروجين اتنين وانا فيه كم هيتروجين تلاتة يبقى انا عايز القلال زي كتير تجي تقول لي خلاص انا حط هنا اتنين حلو لما حطت هنا اتنين تعال انا راجع من الاول بقى بقى معاك اربعة هيتروجين تمام ومعاك اتنين اوكسجين طيب ما انا كده معايا تلاتة هيتروجين باس بس بقى معايا الاكسجين كم واحدة واحدة فانا حط هنا اتو خكي بقى كده عظبطت اتخلصت اكmia ان وماذا افضل اتخلص اه كده ام انت انقل بصد رقم انهemin ا الزود اواط لمرس يقوم يبقى Il3 راجعني او انا احط هنا 2 اتنين سوديم اتنين سوديم اتنين سوديم اربعة هيتروجين بقت اربعة هيتروجين اتنين سوديم اتنين سوديم اكسجين lawodia كم انهال كده جهاز بالسرر تعالة همعلم هنا ثلاثة اكس those 3 iron يبحث thats ot-3 سري. طيب. لما يبقى اربعة اكسجين. هنا معايا واحدة. يبقى احط هنا كم? تيجي تقول لي احط هنا? اه اربعة اكسجين وهنا احط فور. تمام? طيب مع كده بقى معايا ايه تهايتروجين. احط هنا كم? انا عايز برضو تتبقى ايه? تبقى احط له برضو هنا فور. خلصت. يبقى هي هتبقى بالمنزر ده كده. طلع لك هنا كده فور. وهنا سري وهنا هنا فور. طيب بعد كده. ام ان واحدة خارجة واحدة. او 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 تو خارجة واحدة. يبقى احط هنا كم? تقول لي احط هنا تو. تعال ارجع من الاول. ام ان زي ما هي. اتنين بقت اتنين. طيب الهايتروجين هنا بقت اربعة. يبقى لازم ان احط هنا كم? فور. بقى معايا اربعة اتروجين اربعة اتروج. ده بالكلورين. هنا اتنين وهنا اتنين خلصت. تعال هنا. دي زي المسألة اللي محلولة معك في الكتاب. وزي المسألة اخر واحدة في الاس اي. هوريها لك. هوريها لك بس عشان تفهم ما اقصد اني واحدة. مش هحلها طبعا اشان من دعش الوقت فيها. دي زي المسألة اللي كانت موجودة في الاسئلة بتاعة الريدي. احنا حلناها المسألة دي. اهي. نمبر فور. ومحلول واحدة زيها بالزبط فيه. الكتاب اللي انت بتعمل اي و بي و سي. وبتعود تحلهم. فانت حلها وقفت معاك بعتلي. بس مش هتوقف معاك ان شاء الله. خلاص? ودي طبعا واحدة من الارجانيك. تعال هنحلها عشان بقى سيب لك بس نمبر فان عشان ما نضعش وقت. اه نمبر كام اه نمبر سيكس. انت معاك اتنين يبقى تحط هنا اتنين. معاك خمسة وواحدة. كده ستة. يبقى تحطين هنا تلاتة. قلنا الكربون اد الكربون دايكسايد. الووتر اد آآ نص الهايدروجين. بقى معاك هنا اربعة هنا تلاتة سيفن. سيفن منهم واحدة هنا يبقى فاضل معاك سيكس. سيكس ديفايد تو يبقى فاضل معاك سيري. كده عملنا بالانس بلي الاكويجن دي. ندخل على الاسئلة اللي بعد كده. نمبر ايتين. اصد مع بيز. عرفت منين? في الاول وهايدروكسايد في الاخر نبدأ نعمل بنعمل ايه? طبعا طالما اسيدوبيزي بقى في الاخر لازم يكون الموضوع معايا في ايه? ووتر. يبقى كده في الاخر معايا ووتر. طيب الالمينيوم هتخش مكان الهايدروجين فيدي لك كده ايه ال. تمام? اه ان او سري سري. طبعا عرفتنا منين? هتعمل الالمينيوم والنيتريت مونوفيلن. طيب وبعدين دي كده طالما بما ان هي قلنا بنخلي الهايدروجين اد. الهايدروكسايد. طب انت معاك تلاتة هييدروكسايد بقى الفكرة كلها تحط هنا سري. تمام? كده الجنب ده زبط. طب عبناغو تشوف انا معاك كام هيدروجين تلاتة تكتبهم هنا كده. خلصت. يبقى بتخلي الهايدروجين حالي نوم كتير بقى. هنا هتعمل دابل سبستيتيوشن. نصي معلم كده. الاف هتخش مكان البيت هتطلع لك كده اف اي. تمام? بما ان الاف اي سري. لان الاف اي في من ها داي في منها ترايب. هنا كتبها لك سري بقى اف اي. هتطلع لك كده هنا تراي بقى اف اي. ان او سري الكل سري. بلس. البي بي هتخش مكانها طبعا البي بي داي تبقى بي بي. سي ال تو. كتبنا الاكواجن. تعال اعمل البانانسد. البانانسد بتاعتك هتبقى ازاي? معاك اف اي واحدة خارجة واحدة. سي ال سري. واحدة خارجة اتنين. هتجي تقول لي انت لما تو وسري. يبقى الفكرة كلها في ان انت هتخلي الجنبين بكم? هتخلي الجنبين بسيكس. هتروح حاطت هنا تو. بقت سيكس. وتحط هنا آآ سري. تمام? ده كده الفكرة. طيب معانا دلوقتي بقى معانا اتنين ايرون. يبقى لازم نحط هنا كام? خلاص? يبقى تطلع هنا اتنين ايرون طلع اتنين ايرون. طيب. بقى البي بسري. يبقى لازم انا حط هنا كام? سري. تمام? يبقى بالراحة واحدة بعدها تاني كده. طيب لما سي ال سري و سي ال تقولت لك عمرها ما تزبط غير لما تخلي الجنبين بسيكس. تخلي الجنبين بايه بسيكس. فانا حطت هنا تو هنا سري. طب لما انا حطت تو هنا بقى معاها ستة كلوني معاها ستة. اتنين ايرون اتنين ايرون. طب بقى معاها ستة. اما هنقضي تلاتة هنحط لنا تلاتة. تلاقي موضوع سهل يعني الصعب. هنا برضو هتعمل الكي هتخش مكان دي الكي طبعا مونه هتبقى كي ان او سري بلس الاس ار هتخش مكانها الاس ار بضيب. فيل انت عرفت منين من اللي هو هعملها هنا كده هتبقى اس ار اف تون. تعال بعد كده. الكي خرج واحدة. معاك ان او سري كم معاك اتنين هنا ام. بس حدي كده عشان تباني. كم معاك اتنين. يبقى ده معنا ان انت عايزك تكتب الاولى عايزك تكتب الاولى تكتب نعمل جاي بيقولك الايرون اكسايد بتكتب ازاي? اف اي ايرون اكسايد وعمل لك الايرون ديبقى اف اي تو سريه تبقى بالمنظر ده عملة مع الكربون مونوكسايد بتكتب كده. ايه? قال لك كربون دايكسايد. سي او تو. بعد كده هنبدأ هنعمل بلانسد. ركز بقى معي عشان بلانسد انت بتعود تجرب. اف اي تو. يبقى انت هتحط لي هنا تو. ماشي? معك تلاتة واحدة اكسجين وهنا معك اتنين. تلاتة واحدة اربعة. هتجي تحط هنا اتنين. همش معك واحدة واحدة. مش هينفع. هتبص لها معك الاكسجين زبط. طب هنا اتنين. يبقى اتنين كربون. هتجي تحط هنا اتنين. بقى الاكسجين زاد الجنب ده. يعني هتبص لك هنا هنا اتنين. همش معك واحدة واحدة. بص كده. احط هنا تو. كده الاكسجين زبط والايرون زبط. بس بص معك اتنين كربون. فهتجي تقول له وحط هنا 2 كده الاكسجن بقى هنا 3 او هنا 2 بقى كم ؟ بقى 5 وهنا بقى كم ؟ فهتطر ازود الجنب ده برده طب ازود الجنب ده هعمل ايه ؟ هروح اعمل كده روح مسح ومسح تمام ؟ هاتيجي تقول لي هحط هنا 3 مثلا بقى معاك هده كم ؟ 6 طب انا عايز الكربون دي هحط له هنا 3 كده زبطت هنا بقى 6 اكسجن و3 كربون و3 كربون كده خلاص ده كده شكلها دي انت هتحلها انت بقى هكتب لك الكوجين انت هعمل لها والله لك يا عم احلها لك عشان ما نقفش اه هتكتب C3 H8 O2 هيديلك CO2 H2O خلاص بحنا فيه من اللعبة 3 كربون يبقى تحط لهنا 3 8 يبقى تحط لهنا 4 معاك كم اكسجن الجنب ده كده 2 في 3 في 6 و4 10 تجي هنا تعمل قدام الاكسجن 10 divided 2 ويطلع بفايل خلاصة وخلي بقى المسألة دي جات في الامتحان السنة القبل اللي فاتت في الفاينال هي دي نفس الارقام بالظبط كالسيوم تمام افتح لكم بقى صفحة فاضية دي عشان دي يعني طويلة شوية انت عندي افتح صفحة فاضية كده ونحلها مع بعض جابي قولي زا ري اكشن افكالسيوم فوسفيت الكالسيوم فوسفيت بتكتم ازاي؟ هي كالسيوم سري فوسفيت بي او فور كل طو طبعا انتها الكلام ده بتاع الكروس كالسيوم فوسفيت اه سولت سلفوريك اسد سلفوريك اسد طبعا من غير ما يقولي هنعمل دابل سبستيوشن بس هوات ليه قايل لك؟ قال لك ان هي كونة كالسيوم هتلاقي كالسيوم هتتعمل لك تكون لك كالسيوم سلفيت وهتعمل فوسفوريك اسد تمام؟ انا مش فارق انا يلrey كالسيوم هي كالسيوم سلفويت دي السولت اهي واقيل لك ان دي طبعا ايكوز واقيل لك ان الكالسيوم سلفويت دي بردو دير اقواس واقيل لك ان دي اقواس بردو تمام؟ تعال بقى اعمل الابنسي البلنسة معلم احنا قلنا الفينيمين قدل في الشمال. اتا معك 3 كالسيم يبقى دي لازم انت يبقى 3. طيب ما انا كده بقى معي 3 صالفيت. انا معي هنا واحدة صالفيت. يبقى احط هنا سري. تمام? يبقى كده 3 كالسيم. و3 صالفيت هنا 3 صالفيت. تبقى الهايدروجين بقى 6. يبقى احط هنا كام? 2. كده خلاص خلص. يبقى انت كده 3 كالسيم طلع 3. اتنين فوسفيد طلع اتنين. 6 هيدروجين طلعين 6. 3 صالفيت طلع 3 صالفيت. يبقى دي كده اللي هو عايزه. بعد كده جاي بيقول لك ازا بوتاسيوم هو بيقول لك ان البوتاسيوم عملت مع الاكسيجين وطلعت لك 3 اكسايد التلاتة اللي هو طلعتهم. اول واحدة بيقول لك اه نمبر وان اتنين اتنين من البوتاسيوم تبقى كده مفروض. كي تو او. تطلع كده. كي تو اول باتنين بوتاسيوم ماشي. دي الاولى. التانية جاي بيقول لك اه اه اتنين من البوتاسيوم تبقى كده. كي تو او. اتنين من البوتاسيوم اتنين من البوتاسيوم. يعني وان بوتاسيوم واو. ده التلات اشكال اللي هو عايزهم. تمام? طيب. تعال نشوف بقى هو عايز مني ايه? يبقى دي كده نمبر وان. ودي كده نمبر ودي كده نمبر سري. خلاص? طيب هو بقى بيقول لك اعمل لي بالانسد للأكسجين دي. طب اعمل لها بالانسد ازاي? ما هو انت دلوقتي بتقول لي ان ده كده طبعا بوتاسيوم. عمل اكسجين بيكتب كده. ودي بوتاسيوم مع الاكسجين. هتدينا ده. ودي برضو بوتاسيوم مع الاكسجين. هتدينا ده. اعمل بالانسد للأكسجين. انت معك هنا اتنين اكسجين وهنا واحدة. وهنا اتنين بوتاسيوم. طبعا انا نمشي واحدة واحدة. انت تعمل لهم كده. هنا 2 و هنا 2 تبقى تكيب ينوغلكا هنا 2 يبقى يط Listen هتمسح الذي ثم استلم centay and how much have it تنتم انت هنا معك 2 مت Per me انشاءه 2 متفاجئ , 2 متفاجئ وهنا دي 2 و 2 انت معك 2 أكسزجن wa ili خلاص capital I ambashing هو هو عايزك كذا وخلاص وشكرا هو دي اللي هو عايزه. انا طلعت من اللي هو كتبه الاول بعد كده باعمل بكتب بقى ان ده متسمع اكسجن وابدأ اعمل بتاعتي. طيب بعد كده عايز نكتب طيب هنا بقى الاكويجن دي هو انت هتاخدوا الطريقة دي بالتفصيل في اخر لسن خالص. هو جاي بيقول لك ان البريم صالفيت صالت كان يعني هو ميدي لك ايه? ميدي لك كده كتب لك بريم صالفيت ركز معا بها هعلمك الطريقة. بي اي صالفيت اس او فور. اي صالت الطريقة ده تاخدها في اخر لسن خالص. اي صالت دايما الجزء منه بيبقى جاي من بيز. يعني ده كده اساسه عبارة عن بي اي. طبعا لما تيجي تكتبها مع الهايدروكسيدة بتبقى منظرة كده. وده بيبقى جاي من الاسد اللي هو اساسه كده اتش تو اس او فور. يبقى اي صالت اي صالت هو احنا بنقول الاسد مع بيز بيدينا صالت ووتر. فده معنا ان الصالت بيبقى جاي من الجزء القتيوم بتاعه اللي هو البعز. بتاعه بيبقى جاي من بيز. والنshirts بيبقى جاي من اسد. فانا مسجته كده اهو. ده الاسد. فمن الطبيعة اي رح مدي لنا السور وطبعا ده اي كواس والكلام ده مع ايه مع ووتر. انا كده كتبت طبعا ده طالما بايزي بقى ده اي كواس ودا كده اي كواس. انا كده خلاص كتبت اللي اتنين دول. حلو كده جميل. طب خلصت الكلام ده. عايزني معه. عايز نكتب ايه? عايز نكتب هو طالما خلاص انت عارف الريزلت انت عارف الريزلت بتاعك اهو ده في وهنا هيبقى دي نيجاديد تمام انا عايز اتاكد بس ان الاول احنا اتفعنا في الجنب ده مصبوط طيب انت معاك اتنين هيتروجين تروح حاطت هنا اتنين كده خلاص خلصي تمام لما نجي نفكك هتطلع لك كده بي اي بوزاتف تو ايكوز بلس اتنين طبعا او ايكوز بلس اتنين بوزاتف هايتروجين ايكوز بلس السلفات نيجاتف تو ايكوز الكلام ده الناحية التانية هيدلنا بي اي بوزاتف تو ايكوز بلس اس او فور نيجاتف تو ايكوز بلس الووتر هتجي بعد كده طبعا الووتر هتجي بعد كده سيادتك هتجي تقول لي اه البي ايه هتروح مع البي ايه والسلفات تروح مع السلفات تمام هيفضل معاك اتنين هيتروجين واتنين هيدروكسايد واتنين ووتر طيب فين التو التو دي ما هنعملهم سيمبل فايف هتطلع معاك بالمنزر اللي احنا كتبينه في الاخر طيب ده كده نمبر تويني والاخر سؤال فيه اه بص بقا هنا يعني الاخر سؤالين دول جمال بصراحة فيهم فكرتين حلوين اوه سؤال الاولان ان انت هتطلع الاكوز نفسها السؤال الاخير ده بقا هو مدي لك احنا دايما بناخد الرياكتانت احنا اللي بنطلع العكس احنا بنطلع لك البرودكت بلص كده البرودكت بتاعك عبارة عن ايه وتعال نكتب كده هو عامل كده بنطلع لك اللي بعد السعم مطلع لك اتنين اي 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 او سري وده اي كواز عشان هو كتبه على شكل ايوز لك كتبلك السي اي 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 س او فور وده تطلب لك سؤالا في الرياكتانت ما هي نفس الفكرة زي ما كنا بنقول برضو القريب مع القريب معي لا نفس الفكرة. يبقى ده معنا ان هم اساسهم كانوا ايه? كان عبارة عن سوديوم صالفيت بلاس كالسيوم طبعا احنا خلاص بقى موضوع والكلام ده كله بتاع الكرة السودان اللي انا عمل اقوله لكم من الدرس اللي فات. عازين نعمل خارجة واحدة يبقى لازم نحط هنا الصالفيت واحدة خارجة واحدة كالسيوم واحدة خارجة واحدة اتنين خارجة اتنين يبقى كده خلاص خلصت. طبعا ده كده تمام? وده وهنا طالما ده كده يبقى الايونز بتاعته هي اللي هتفضل. تمام? ده كده فكرة السؤال. تعال بقى نكتبها. هزيجي تقول لي كده اتنين سوديوم ايون ايكوز بلص الصالفيت نيجاتيف تو ايكوز يدلنا الكالسيوم بوزاتيف تو ايكوز بلص اتنين او سري ايكوز طبعا نيجاتيف البرودكت بتاعتك اتنين اي ايكوز بلص اه اتنين او سري نيجاتيف ايكوز بلص ده مش هيتفكك عشان ده ايه? سولد. هتيجي بقى سيادتك تروح اعمل سيمبل فاي وانا قلتلك قبل كده الطريقة من غير ما تقعد تعمل في النص انت عارف ده اللي هيفضل معاك يبقى الايونز بتاعته اللي هتفضل معاك في الاخر. بس تعال بقى نكملها. هتيجي تقول لي اه بتبتدي من الجنب اليمين عشان ما تلغبطش. انت معاك هنا اتنين ايه اتنين ايه? عد اتنين ايه اللي فاضل معاك? تقول لي اللي فاضل معايا سي ايكوز. تمام? بلاس اس او فور نيجاتيف تو ايكوز برضو. هيديلنا سي اي اس او فور سولد. السؤال ده فكرته حلوة قوي علشان هو بادئ بايه? بحاجة غير معتادة بادئ لك بايه? في البرودكت. وفي كده ان شاء الله انكم خلصنا الليسون ده. الليسون ده والبيزيكس اللي فاتت دون من اهم الدروس اللي موجودة عندك. الدرس ده. لو انت ممتعرفش تكتب كيميكا الاكويجن. ممتعرفش تكتب كيميكا الفورم لنبس كده موضوع كله متمدا انت تكتب كيميكا الفورم يعان الموضوع كله صفحة بالله عليك احفظها. بالله عليك احفظتها اللي يقول لك اصلي اللي بتحان اوبين بوك. اوبين بوك من يا معال لي مافيش الكلام ده والله? انت بتدخل اساة المرعة المفاهيم لا بتبقاش في